نشرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تقريرا عن انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كثيف وسريع بين المعتقلين والأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووصفت المؤسسة ظروف الأسرة الصحية بالمزرية مؤكدة أن التسارع عن انتشار الأمراض والأوبئة جاء نتيجة سياسة الأهمال الطبي والإجراءات العقابية التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير منذ السابع من أكتوبر الماضي المؤسسة الحقوقية أوردت في تقريرها أن أكثر الأوبئة انتشارا في الفترة الأخيرة داخل سجون الاحتلال هي الجرب والالتهابات الجلدية وأكد تقرير أن الحالات سجلت في كافة السجون العامة خاصة في سجن عوفر قسم الثمانية وسجن عسقلان قسم ثلاثة وعشرين سلطات الاحتلال وفق التقرير تتعمد عدم إدخال كافة مواد التنظيف مثل الشامب والصابون إلى الأسرة مع حرمانهم من النظافة الشخصية كالاستحمام وحلاقة الشعر إضافة إلى عدم توفير ملابس لتغيير وتبديل الملابس القديمة والوسيخة ما يضطر المعتقل إلى غسل ملابسه بماء بارد وارتدائها مرة أخرى وهي مبتلة وحسب شهادة بعض المعتقلين المفرج عنهم فإنهم منذ اعتقالهم لأكثر من 180 يوما لم يغيروا أو يخسلوا ما لبسهم داخل السجن مع حرمانهم من الخروج من زنازينهم وعدم تعريض أغتياتهم وأفرشتهم للتهوئة إذن إجراءات غير قانونية ولا إنسانية تتسبب في حدوث أمراض خطرة دفعت مؤسسة الضمير الحقوقية إلى مطالبة الأمم المتحدة بأعلان موقف يجرم الاحتلال على ممارساته داخل السجون